بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم يا رابع؟ أخذنا في الحصة السابقة عن كتابة الهمزة عن كتابة الهمزة وهي مدون الشرح على الدفاتر لديكم والآن سنعمل مراجعة سريعة لكتابة الهمزة أخذنا يا رابع ترتيب الحركات ترتيب الحركات يعني عندنا حركات ضمة فتحة كسرة سكوم نشوف مين أقوى الحركات ما هي أقوى الحركات؟ تكلمنا أقوى الحركات الكسرة الكسرة أقوى الحركات أول شيء ثم الضمة ومن ثم الفتحة وآخر شيء السكون إذن كسرة ضمة فتحة سكون نحفظهم مع بعض ترتيب الحركات القوية يعني مين أقوى إشي؟ الكسرة ضمة الفتحة السكون كسرة ضمة فتحة سكون هاي ترتيب الحركات تكتحكيني طب يا ميس إحنا لش نرتبهم من الأقوى والأضعف والأقل؟ بحكيلك عشان إذا اجتمعوا حركتين مع بعض نشوف مين الحركة الأقوى ونكتبها على الشكل اللي بيمثلها مثلاً عندنا الضمة حكيتك بيمثلها إذا كانت الضمة أقوى من الفتحة عندنا الضمة أقوى من الفتحة بدنا نكتب الهمزة على واو حكينا الوا الضمة بناسبها الهمزة على واو الفتحة بناسبها الهمزة على ألف إذا الهمزة لما تكون الضمة هي الأقوى بيكون مناسبها كتابة الهمزة على واو لما تأتي عندنا حركات مثلاً سكون وفتحة مين أقوى الفتحة بنكتب الهمزة على ألف لما يكون عندنا كسرة أو حرف الياء الآن ناخدها بيكون عندنا كتابة الهمزة على نبرة على نبرة إما كسرة أو ياء إذا سبقها ياء تكون على نبرة أو إذا كسرة أو إذا أتت مكسورة الآن سنوفيكم إن شاء الله بشرح وافن لهذه الكتابة إذا عندنا كسرة ضمة فتحة سكون طبعاً إذا اجتمعت عندنا السكون يا حرام مع أي حركة بنا إيش نأيد كتابة الحركة التانية على السكون يعني إذا عندنا فتحة وسكون بنا نكتب الهمزة على ألف إذا عندنا ضمة وسكون نكتب الهمزة على واو إذا عندنا كسرة وسكون نكتب الهمزة على نبرة وهكذا ستتم كتابة الهمزات مثلاً عندنا الكلمة رأس كلمة رأس اهم اشي يا مس عنا كتابة الهمزة ايش اللي بخلينا نعرف على ايش الحركات ننتبه للهمزة نفسها ولا حركة اللي قبلها اذا الحرف اللي قبل الهمز ننتبهل له لحركة الهمزة حتى نحدد هي مكتوبة على ايش مثلا عنا كلمة الرأس لماذا كتبت الهمزة على ألف لأن الهمزة لأن الهمزة إيش على راسها يا ماس عندنا سكون إذا إجت عندنا السكون ننشط بالسكون ونأخذ الحركة اللي قبلها إذن هنا كتبت الهمزة على ألف لأن الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح والفتحة أقوى من السكون أقوى من السكون زي ما حكيتك كونه عندنا فتحة وعندنا سكون والفتحة أقوى من السكون يا حبابة حكينا الفتحة إيش بيمثلها الرسم أي على و أو على ألف أو على نابرة على ألف عشان هيك اخترنا كتابة الهمزة على ألف لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح والفتحة أقوى من السكون مثلا عندنا كلم الفعل سألة زي ما حكيتك أول إيش نطلع على الحركات على حركة الهمزة واللي قبلها سأل إذن المال ليش كتبناها إحنا يا مصد لماذا كتبت الهمزة على ألف؟ لأنها مفتوحة وما قبلها مفتوح لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح لذلك كتبت على كتبت على ألف إذا أتت الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح تكتب على ألف وإذا أتت الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوحة أيضا تكتب على ألف تكتب على ألف أو إذا أتت الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن تكون الفتحة أقوى من السكون تكتب على ألف أيضا هاي أول شيء كتابة الهمزة على ألف الهمزة على ألف الهمزة على ألف انتهينا منها إنها حركة الهمزة اللي ما تكون ساكن وما قبلها مفتوح حركة الفتحة أقوى من السكون تكتب على ألف وإذا أتت مفتوحة الهمزة وما قبلها مفتوح شكلها بيكون عفوا على ألف ثانيا الهمزة على واو ما سبب كتابة الهمزة على واو على هذا الشكل ما هو إذن عندنا كلمة فؤاد كلمة فؤاد لماذا كتبت كلمة فؤاد أو سؤال لماذا كتبت على واو حكا تبنا نعين حركتها وحركة اللي قبلها اللي قبلها مضموم على الضمة وهي نفسها مفتوحة نطلع حون مين أقوى الضمة ولا الفتحة الضمة دغري دغري أشياء رابع يا حبابة نحط الرسم على الواو لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموم والضمة أقوى من الفتحة الضمة أقوى من الفتحة إذا من شكل الهمزة على شكل البناسب الضمة اللي هي الواو مثلا عندنا كلمة كؤوس 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 لماذا كتبت الهمزة على واو لأنها مضمومة زي من اللحنا عليها ضمة والكاب كمان مضمومة لأن الهمزة ما لها يا حبابة مضمومة وما قبلها مضموم وما قبلها مضموم إذن الرسم البناسب الهمزة على واو لأنها مضمومة وما قبلها مضموم هاي الهمزة على واو إذن أخذنا الهمزة على واو والهمزة على ألف الآن يا حبابة الهمزة على نبيرة الهمزة على نبيرة أخذنا في الصف كتابة كلمة بئر بئر حكيتك اللي بحل للك مشكلة كتابة الهمزات ننتبه للحركات يا مس ننتبه للحركات الأقوى الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون إذن الأقوى منشكل الهمزة على الحركة الأقوى يعني ضمة واو فتحة على ألف كسرة أو على نبيرة إذن عندنا بئر ما لها السكون الهمزة عفوا يا مس ساكنة وما بها حرف الباء مكسور الباء مكسور كسرة والهمزة ساكنة مين أقوى الكسرة إذن كتبت الهمزة على نبيرة لأن الهمزة ساكنة وما قبلها مكسور مين أقوى قلتلك السكون ولا الكسرة الكسرة ولأن الكسرة أقوى من السكون إذن إذا أتت الهمزة ساكنة وما قبلها مكسور دغر نكتبها على نبيرة الكسرة ولياء بناسبها النبيرة طيب مثلا إنا كلمة الأسئلة أو كلمة أسئلة أسئلة لماذا كتبت على نبيرة لأنها مكسورة وما قبلها ساكن لأنها مكسورة وما قبلها ساكن والكسرة أقوى من السكون لأن الهمزة مكسورة أي عليها حركة الكسرة وما قبلها ساكن ولأن الكسرة أقوى من السكون إذن نمثل الهمزة على نبرة إذا أتت ساكنة وما قبلها مكسور أو إذا أتت مكسورة وما قبلها ساكن وتعرفنا أيضا على كتابة النبرة عندما تصبق بحرف علة وهي ساكنة مثل كلمة مليئة كلمة مليئة هنا أتت عفوا ليست ساكنة مفتوحة مليئة هنا سبقت بحرف علة الياء ساكن والهمزة نفسها مفتوحة إذن من أقوى حرف العلة أم الهمزة الهمزة المفتوحة أم الياء إذن الياء هنا لأنها مفتوحة وما قبلها حرف العلة الياء فأخذت قوتها من حرف العلة الياء لأن الهمزة ما لا يمس مفتوحة وما قبلها حرف العلة الياء فأخذت قوتها من الياء أخذت قوتها من الياء إذن لماذا كتبت الهمزة في كلمة بئر على نبرة لأنها ساكنة وما قبلها مكسور والكسرة أقوى من الفتحة مثل اللعب يا ميس نطلع الحركات لماذا كتبت كلمة أسئلة على نبرة لأن الهمزة مكسورة وما قبلها ساكن والكسرة أقوى من السكون لماذا كتبت كلمة مليئة على نبرة لأن الهمزة ما لها مفتوحة وما قبلها حرف علة الياء ساكن فأخذت قوتها من من الياء اللي بيمثلها النبرة إذن حكيت لك الكسرة والياء تمثلها الهمزة على نبرة الهمزة على نبرة هذا هو درسنا اليوم الهمزة على ألف الهمزة على و والهمزة على نبرة طب ديك تحكي للهمزة المتطرفة الهمزة المتطرفة يا ميس حكيت لك إلها قانونين الهمزة المتطرفة مثل كلمة فداء وضوء وشيء نلاحظ كلمة فداء وضوء شيء الهمزة مسبوقة بحرف العلة أو حروف المد إذن قاعدة طول عمرنا يا مسيح حبابة ما بدنا ننسى إن الهمزة المتطرفة تكتب على الطرف يعني على السطر لماذا إذا سبقت بحرف علة إذن تكتب الهمزة متطرفة إذا سبقت بحرف علة مثل سماء مثل هدوء مثل فيء لهو الظل فيء إذن إذا سبقت الهمزة المتطرفة الهمزة بحرف علة أو إي تكتب متطرفة على السطر أو إي تكتب متطرفة على السطر وآخر شيء تكتب الهمزة متطرفة إذا سبقت بحرف صحيح ما له بحرف صحيح ساكن يعني مثل حرف إب عليها سكون إط عليها سكون إز عليها سكون إع عليها سكون كل الأحرف إلا آ أو إي حرف العل شيء من الحروف تصبح باقي الحروف صحيحة إذن إذا سبقت الهمزة بحرف علة آ أو إي تكتب على السطر متطرفة وإذا سبقت الهمزة بحرف صحيح ساكن تكتب على أيضا السطر متطرفة مثل كلمة عب هايو إب حرف صحيح ساكن يا بطلة إب حرف صحيح ساكن إذن شو سبب كتابة الهمزة متطرفة إنها سبقت بحرف صحيح ساكن عندنا مثلا كلمة بط لماذا كتبت على السطر متطرفة لأنها سبقت بحرف صحيح ساكن عندنا كلمة جز لماذا كتبت متطرفة جز لأنها سبقت الهمزة بحرف صحيح ساكن هاي يا مس شرح الهمزة المتطرفة إذا سبقت بحرف علة آ أو إي يا مس رجاء احفظي معي يا حبابة إذا سبقت الهمزة المتطرفة بآ أو إي بكل هو السبب كتابتها متطرفة إذا سبقت الهمزة بآ أو إي تكون كتابتها على السطر متطرفة وإذا سبقت بحرف صحيح ساكن شرط ساكن عب بط جز تكون أيضا متطرفة وإذا أتت الهمزة مفتوحة وما قبلها مفتوح تكتب على الألف وإذا أتت ساكنة وما قبلها مفتوح أو مفتوحة وما قبلها ساكن تكتب على ألف لأن الفتحة أقوى من السكون وأيضا تكتب الهمزة على و إذا أتت الهمزة مضمومة وما قبلها مضموم أو إذا أتت مفتوحة وما قبلها ضم فالضم أقوى من الفتحة لذلك تكتب على الواو وأيضا على نبرة إذا كانت الهمزة ساكنة وما قبلها مكسور أو مكسورة وما قبلها ساكن أو إذا كانت مفتوحة وما قبلها حرف ياء حرف الياء يناسب حرف الياء كتابة الهمزة على نبرة هذا هو درس اليوم مراجعة كتابة الهمزة الرجاء تلخيص هذا الدرس على الدفتر إذا لم تجده بل هو مدون لديكم على الدفتر لمن ترغب تدوينه على الدفتر تقوم بتدوينه وإرسانه لي على المنصة التعليمية ويوافقكم الله اشتركوا في القناة